السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا هذا الدائرة وعندنا مثلا خنقول صورة تمام وعندنا مثلا مربع او الى اخر من الاشكال والصور تمام وانت بغى تصغرهم وتكبرهم وتحتفظ بالطول والعرض يكون ما يكون مثلا بشكل هذا تمام يكون اصغر من هذا بشوي الطريقة سهلة نضغط على control مطولا ثم نلاحظ ان المربع طبعا من هنا نحرك عفوا هذا نجيه من الزاوية ونضغط مطولا على control بلوحة المفاتيح نلاحظ ان هي صغر بشكل بشكل متساوي شوفوا بشكل متساوي تمام لما انا صغره شوفوا بدون لا اضغط على على control نلاحظ ان التحرك يكون من جهة واحدة فقط اما اذا كنت بكل الجهات فانك تضغط على control عشان نوضحها اكثر نضغط نسخ لصق تمام نصغرها تمام شفت شنون صارت هذه نفس هذه ولكنها اصغر نسخ تمام نصغرها نضغط على control نلاحظ الدائرة تصغر معنا وكذلك المربع لما نحط مربع على سبيل المثال بالشكل هذا طبعا نحذف هذا ولي تمام نحدد الإطار يكون بهذا بلا تعبية نسخ مثلا على سبيل المثال يعني اصغرها اضغط على control تلاحظون انها تصغر لو انا اصغرها بدون لا اضغط شوفوا شنون يصير تمام فهذه طريقة في برامج Microsoft Office اللي هو البربوينت وال وورد وإلى آخره ونصل إلى نهاية هذا المقطع شكرا لكم على المشاهدة وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حبل ولا قوة الإب الله الباقيات الصالحة بدا